المعتضد والمال المسروق مما ذكر من خبر الخليفة المعتضد وحزمه في الأمور وحيله أنه أطلق من بيت المال لبعض الرسوم في الجند عشر بدر وهو كيس به عشرة آلاف درهم فحملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش ليصرفها فيهم فنقب منزله في تلك الليلة وأخذت العشر بدر فلما أصبح نظر إلى النقب ولم يرى المال فأمر بإحضار صاحب الحرس وقال له إن هذا المال للسلطان والجند ومتى لم تأتي به أو بالذي نقبه وأخذ المال ألزمك أمير المؤمنين غرمة فجد في طلبه وأحضر التوابين والشرط والتوابون هم شيوخ اللصوص الذين كبروا وتابوا فإذا جرت حادثة علم من فعل من هي فدلوا عليه وربما يتقاسمون واللصوص ما سرقوه في بعض الأحيان فتقدم إليهم في الطلب وتهددهم وتوعدهم فتفرق القوم في الدروب والأسواق والمواخير ودور القمار فما لبثوا أن أحضروا رجلا نحيفا هزيلا ضعيف الجسم رث الثياب فقالوا يا سيدي هذا صاحب الفعل وهو غريب من غير هذا البلد فأقبل عليه صاحب الحرس فقال له ويلك من كان معك ما أظنك تقدر على عشر بدر وحدك في ليلة فما زاده على الإنكار شيئا فأقبل يترفق به ويعده أن يرزقه ويعظم جائزته ويتوعده كذلك بكل مكروه وهو على إنكاره فلما غاضه ذلك ويأس من إقراره أخذ في عقوبته وضربه بالصوت على ظهره وبطنه وقفاه ورأسه وأسفل رجليه وكعابه حتى لم يكن للضرب فيه موضع وبلغ به ذلك إلى حالة لا يعقل فيها ولا ينطق ولم يقر بشيء وبلغ ذلك المعتضد فأحضر صاحب الجيش وقال له ويلك تأخذ لصا قد سرق من بيت المال عشر بدر فتبلغ به الموت والتلف حتى يهلك الرجل ويضيع المال فأين حيل الرجال ائتني بالرجل فأتي به وسأله فأنكر فقال له ويلك إن مت لم ينفعك وإن برئت من هذا الضرب ونجوت فلن أدعك تصل إليه فلك الأمان والضمان على ما تصلح به حالتك فأبى إلا الإنكار فقال المعتضد علي بأهل الطب فأحضروا فقال خذوا هذا الرجل إليكم فعالجوه بأرفق العلاج ووضبوا عليه بالمراهم والغذاء واجتهدوا أن تبرئوه في أسرع وق فأخذوه إليهم حتى صح وقوي جسمه وظهر لونه ورجعت إليه نفسه ثم أمر المعتضد بإحضاره فلما حضر بين يديه سأله عن حاله فدعا وشكر وقال أنا بخير ما أبقى الله أمير المؤمنين ثم سأله عن المال فعاد إلى الإنكار فقال له لست تخلو من أن تكون أخذته وحدك كله أو وصل إليك بعضه فإن كنت أخذته كله فإنك تنفقه في أكل وشرب ولهو ولا أظنك تفنيه قبل موتك وإن ميت فعليك وزره وإن كنت أخذت بعضه سمحنا لك به فأقر لنا به وأقر على أصحابك ولا ينفعك بقاء المال بعدك ولا يبالي أصحابك بقتلك ومتى أقررت دفعت إليك عشرة آلاف درهم ورسمتك من التوابين وأجريت لك في كل شهر عشرة دنانير تكفيك لأكلك وشربك وكسوتك وطيبك وتنجو من القتل وتتخلص من الإثم فأبى كذلك إلا الإنكار فاستحلفه فحلف وأظهر له مصحفا واستحلفه فحلف عليه فقال المعتضد إني سأعثر على المال فإن أنا وجدته بعد هذه اليمين قتلتك فأبى إلا الإنكار كذلك فقال له فضع يدك على رأسي وحلف بحياتي فوضع يده على رأسه وحلف بحياته أنه ما أخذه وأنه مظلوم متهم وأن التوابين قد تبرأوا به فقال له المعتضد فإن كنت قد كذبت قتلتك وأنا بريء من دمك قال نعم فأمر الخليفة بإحضار ثلاثين رجلا من أشد ما يكون الرجال وأمرهم أن يتناوبوا في ملازمته فأتت عليه أيام وهو قاعد لا يتكئ ولا يستند ولا يستلقي ولا يتجع وكلما خفق خفقة لكم في فكه وضرب على رأسه حتى إذا ضعف وقارب التلف أمر المعتضد بإحضاره فأعاد عليه ما كان خاطبه به فحلف أنه ما أخذ المال ولا يعرف من أخذه فقال المعتضد لمن حضر قلبي يميل إلى أنه بريء وأن ما يقوله حق ثم أمر بإحضار مائدة عليها طعام وأحضر بارد الشراب وأمره بالجلوس فأقبل يأكل ويشرب ويحث على الأكل ويلقم ويعاد الشراب عليه ويكرر حتى لم يبقى للأكل والشرب موضع ثم أمر ببخور وطيب فبخر وطيب وأتي له بفراش ريش فوطئ له ومهد فلما استلقى واستراح وغفى أمر المعتضد بإزعاجه وسرعة إيقاظه فحمل من موضعه حتى أقعد بين يديه وفي عينيه الوسن فقال له حدثني كيف صنعت وكيف نقبت ومن أين خرجت وإلى أين ذهبت بالمال وقل لي من كان معك قال ما كنت إلا وحدي وخرجت من النقب الذي دخلت منه وكان مقابل الدار حمام له كوم شوك يوقد به فأخذت المال ورفعت ذلك الشوك فوضعته تحته وغطيته وهو هناك فأمر برده إلى فراشه فردوه وأضجعوه عليه ثم أمر بإحضار المال فأحضر عن آخره وأحضر صاحب الحرس والوزير والجلساء وقد غطى المال بالبساط ناحية من المجلس ثم أمر بإيقاظ اللص وقد اكتفى من النوم وشبع وذهب عنه الوسن فقال له بحضرة الجميع مثل قوله الأول فجحد كذلك وأنكر فأمر بكشف البساط وقال له أليس هذا المال ألم تفعل كذا وكذا يصف له ما حدثه به فأسقط في يد اللص ثم أمر فقبض على يديه ورجليه وأوثق ثم أمر بمنفاخ فنفخ في دبره وأتى بقطن فحشي في أذنيه وفمه وخيشومه وأقبل ينفخ وقد خلي عن يديه ورجليه من الوثاق ومسك بالأيدي وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة وقد ورم سائر أعضائه وعظم جسمه وكذلك عيناه قد امتلأتا وبرزتا فلما كاد أن ينشق وينفجر أمر بعض الأطباء فضربه في عرقين فوق الحاجبين فأقبلت الريح تخرج منهما مع الدم ولها صوت وصفير إلى أن خمد ومات